التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع مدير عام المركز الدولي لبحوث الزراعية في الأراضي الجافة إيكاردا يأتي ذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تغير المناخ بحضور القيادات المعنية وذلك بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بالفستات وأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء على تطلع وزارة البيئة إلى دعم التعاون مع إيكاردا والتنسيق مع وزارة الزراعة لتقديم مقترحات دعم مصر في مجال تغير المناخ مشيرة إلى أنه تم العمل على هيكالة مؤسسات الدولة تبقى لخطة العمل الخاصة بمؤتمر تغير المناخ والذي سوف تصدفه مصر هذا العام